في الفيديو الاخير عرضنا افضل سيم لتليفونات شاومي من غير ما يأثر على البطارية او صرعة التليفون لقيت بعض الناس ومتابعين منكو لقيت ان هما بيكلموني طب ازاي اقدر اغير شكل تليفوني لحاجة كده شبيهة بايفون 13 او الايو اس عمت في الفيديو ده ان شاء الله هوريك كده بحركتين بساط جدا بدون ما تنزل لانشر او اي حاجة موجودين عندك في تليفونك الشاومي تقدر تغير بهم شكل التليفون بالزبط بنسبة يعني 90% هيبقى شبيه جدا بالايو اس او الايفون 14 او 13 ان شاء الله ايفون 13 على ايو اس 14 فان شاء الله هنشرح في الفيديو ده خطوة بخطوة ازاي تعمل ده بس قبل ما نبدأ الفيديو استأذنك لو لسه ما عملش سبسكرايب يريد تعمل سبسكرايب تفعل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد ويلا بناع الشرح اول حاجة هنعملها دلوقتي ان احنا هنخفي الشريط بتاع المهام او الازرار اللي تحت ده طيب ده هيكون ازاي هو موجود الامكانية دي موجودة في شاومي عشان يبقى بالزبط زي ايفون 13 طيب هنعمل ايه اتبع كده معي الخطوات على فكرة التليفون اللي بنشرح عليه ده هو تليفون ريدمي 90 هتروح رايح للاعدادات هتنزل تحت كده على الاعدادات الاضافية وعرض ملء الشاشة يارب بيكون واضح عرض ملء الشاشة وهتختار ايماءات ملء الشاشة هتدوس ليس الان لو انت عايز تعرف التلتوريال دوس متابعة او اللي هو زي بيكون تمرين لك ازاي تستخدم الامكانية دي طيب لو عايز تدوس ليس الان انا هشرحها لك هي الفكرة بنتها البساطة ان انت بتطلع من تحت الفوق بيروح للهوم او بيعرض لك البرامج المفتوحة في الخلفية لو عايز ترجع باك من اي برنامج معين كده يمين او شمال تمام بترجع باك عادي جدا مفيش اي مشكلة انا هسيبها لك ان انت تتعود عليها في التلتوريال او التمرين بتاع الامكانية دي عشان تعرف شغالة ازاي بالزبط بس دي كده اول حاجة كده انا خفيت الازرار اللي تحت زي ما انت شايف ما بقيتش موجودة طيب لو انت معاك تليفون من شاومي شغال على مي اي اتناشر بوينت خمسة هتلاقي الامكانية دي ان انت تدخل الازرار او تخفيها هتلاقيها موجودة في عرض الشاشة وفي الانتقال في النظام هتلاقيها دي هتدخل على عرض الشاشة او الهومي سكريم والتنقل في خيارات النظام او التنقل في النظام هتقدر ان انت تختار ما بين الازرار والاماقات زي ما انت شفت تمام طيب بعد كده هنعمل ايه هنروح على السمزات وهنكتب هنا فوق فقط هنكتب هنا اي او اس بس كده ونعمل الشاشة هيظهر لي هنا كل بقى في حاجات كتير فري زي ما انت شايف موجود تحت مجاني مجاني يعني وحتى الموجود لو دست المزيد حتى لو حاجة لقيتها مش فري هتلاقيها بتشوف فيديو كده المدة تلاتين ثانية او اكتر وبعد كده السيم بينزلك فري بدون اي مشكلة او تدفع اي حاجة طيب هعمل ايه هندوس كده هنغير بقى هنشوف انا كان عاجبني ده جدا ويعجبني الفيلد اي او اس تعال كده نجرب اللايت هتدخل هيحمل كده حاجة بسيطة وهتعمل مجاني او تنزيل مجاني جاري التنزيل هينزل مفيش تقريبا حوالي بالزبط حوالي تلاتين ثانية هو كبير بالزبط بيقلب لك حتى هنشوف دلوقتي بيخلي كل حاجة في التليفون زي الاي او اس بالزبط حتى الستور شكل الويدجيتز شكل البرامج الاعدادات من جوه هتلاقيها خدت كده علامة القبل او علامة الاي او اس زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله تمام بالزبط هو كده خلاص تقريبا نزل خلي بالك انت مش محتاج هنا اتغير للهند او لمصر لأ عادي جدا من اي بلد هيظهر لك هندوس تعيين برضو هياخد في حوالي كده بتاع عشرة ثواني كده تمام هيخرج هتلاقي كل حاجة لنخرج بقى كده نشوف الشكل النهائي تمام بص كده بقى بالزبط شبه الايفون بالزبط جميل جدا حتى الاعدادات بص شكل الاعدادات بقت يعني زي الايفون لو حول الهاتف حتى اخدت رسمة التفاحة يعني بصراحة جامد اه تمام اربعتاشر او اصدار اربعتاشر شكل الايفون حتى بص يعني بقت شبيهة جدا الاي كلاود اللي هو خليها الاي كلاود خليوها اي كلاود الشاشة تعالي كده بقى نشوف ايه الاوبشنز اللي بيدهيني بصراحة هو حلو جدا خلى لي حتى كل حاجة بقت شبه الايفون حتى برنامج الاتصال الرسائل الشكل متجر بلاي بقى شبه الايفون هنا بقى ممكن تغير بقى ايه هنا ممكن انت بقى تغير الشكل اللي انت عايزه من هنا تغير بقى تخليه الوضع الليلي او اللي هو الوضع المضيق هنا بقى ممكن انت ايه يعني تغير تعمل زي زون كده على الخلفية من هنا ممكن تفاصيل زيادة في الصورة هنا هنا ممكن تحرك الصورة هنا بقى لو لغبطت الدنيا او حاجة ممكن تعمل هنا عادة زي ان انت بتعيد كل حاجة زي ما كانت ده كان اول سيم طيب لو عايزين السيم ده ما عجبنيش حتى هنا بص شكل السيم بدور عليه لقيته ايتونز ستور لا لو دخلت عليه هتلاقيه اللي هو اللي هو السيمز عادي جدا طيب تعال كده نجرب سيم تاني تعال كده نجرب ده مسلا نجرب حاجة جديدة سيم ده مميز هنشوف مشاهدة وهو اعلان جاري تحمل الفيديو هيظهر لك فيديو وبعد كده هتقدر عادي جدا ان انت تنزل السيم بدون اي مشكلة السيم ده مش هيفرق كتير بس هو انا كنت بوريك ازاي تحول تليفونك بدون يعني مشقة ما تنزلش لانشور لان اغلب اللانشورات اللي على جوجل بلاي فعلا بتبطأ التليفونات بشكل كبير جدا بس يا جماعة ده كان كل حاجة معنا النهاردة طريقة ازاي تغير تليفونك او شكل تليفونك الشاومي من الشكل العادي او الشكل اللي انت يعني واخد عليه جبت بيه التليفون للشكل الاي او اس الجديد او ايفون 13 اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكو ما تنساناش لو عجبك الفيديو ما تبخالش علي بلايك سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد وشكرا جدا لكم وشكرا الحصن تبعيدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة